السلام عليكم العلاقات بين الدول دائما ينظمها القانون الدولي وأيضا الاتفاقيات الموقعة في الأمم المتحدة وأيضا الاتفاقيات بين البلدين فدائما الدول تحرص على عدم قطع العلاقات بين بعضها آخر نقطة يوصل إليها وزير الخارجية أو رئيس الدولة هي قطع العلاقات أو سحب السفر طبعا النقطة اللي بعدها اللي هي إعلان الحرب ما فيه كلام الدول بشكل عام دائما تحرص على علاقات متميزة بين الدول الجارة اللي تربطها حدود فيما بينها أو الدول اللي عندها تبادل تجاري كبير معها يعني مثلا أغلب دول العالم الآن تحرص على علاقاتها مع الصين ليش؟ لأن تبادل تجاري مع الصين قوي أو إذا كان هناك جالية كبيرة جدا في الدولة بمعنى مثلا الكويت ليس هناك تبادل تجاري مع الفلبين ولا الفلبين يعني جارة لنا ولكن هناك جالية كبيرة جدا للفلبينين بالكويت يعني مثلا الآن العلاقات بين الكويت والسعودية متميزة يعني بشتى المجالات لكن هناك اختلاف بوجهات النظر في حقل مثلا المشترك الخفجي والوافرة فتم إيقاف الإنتاج بهذا الحقل لكن هناك اتفاق تم توقيعها أعتقد قبل أسبوعين على إنتاج النفط من حقل الدرة الغازي وأيضا هناك اتفاقية تم توقيعها قبل كم يوم بين الكويت وعمان لإقامة مصنع للبتروكوميات فاختلافات اللي بين الشعوب نفسها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها دائما وزراء الخارجية أو رأس الدول لا ينظرون لهذه هذه ممكن يشوفونها هذه سخافات بين الشعوب وأذكر كان في مفاوضات بين السعودية والإمارات على الحدود طلع الشيخ زايد وقال توصلتم إلى التفاق؟ قال نعم توصلنا إلى التفاق وكل أراضي الإمارات السعودية وكل أراضي السعودية للإمارات ونحن أخوة يعني كان هناك أيضا مفاوضات بين الجزائر وبين تونس حول الحدود وكانت مفاوضات شاقة ومستمرت عدة أيام طلع بيوم من الأيام برقيبة وقال قال يا الجزائر اخذوا من كم كيلو من الحدود لكن ولا تكون هناك حرب بيننا وبينكم ويسقط الضحايا وإرادات الدولة كلها تتجه نحو تعزيز هذا الحرب لا أنا أبي أصرف إرادات الدولة على التعليم والصحة والأسكان وغيره 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 عتبنا على رئيس الوحيد الكويتي لما انسحب لما كان بالمنصة كانت هناك وفود يعني وفود أعتقد لثمان الدول وشافت اللي صار ما انسحبت من البطولة وأيضا الاستقبال بالمطار جميع الوفود رسائل الوفود تم استقبالهم بنفس مستوى استقبال الوفد الكويتي موسيقى موسيقى